مع ساعات الفجر دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم دهيش جنوب مدينة بيت الأحم وذلك لتنفيذ عملية اعتقال لأحد الشباب حدثت مواجهات بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي هناك إصابتان نقيلتا إلى المستشفى وأعلن الأطباء بعدها استشهاد آدم عياد 15 عاما حسب إعلان وزارة الصح آدم في الصف العاشر وهو وحيد والديه يعني حسب المصادر التي طلعنا عليها الآن نحن أمام مستشفى بيت جال الحكومي مستشفى الحسين يتجمع العشرات من الفلسطينيين المواطنين وذلك لإلقاء نظرة الوداء عليه هنا في المستشفى قبل نقله إلى بيته لإلقاء نظرة الوداء عليه من قبل والديه وبالتالي ستقام الجنازة بعد صلاة الظهر في مخيم دهيش وسينقل إلى مقبرة الشهداء في بلدة أرطاس وذلك لمواراة الثرى حالا من الحزن الشديد في مدينة بيت الأحم لجنة التنصيق الفصائلي أعلنت الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد عياد الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي كوثر دعيني أحدثك عن عمليات الاقتحام التي تتم لمخيمات وقرى ومدن في الضرفة الغربية تحديدا مخيم دهيش جنوب مدينة بيت الأحم هذا المخيم الذي يقتحم بشكل شبه يومي تدور فيه المواجهات وتندلع هذه المواجهات العنيفة على وقع إطلاق الرصاص الحي وعلى وقع صوت الرصاص الحي وبالتالي كل ما يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم دهيش هناك مجموعة من الإصابات اليوم نحن نتحدث عن إصابتين إصابة وصلت خطيرة في منطقة الصدر وبعد ذلك حاول الأطباء إنعاش قلبه لكنهم فشلوا في ذلك وأعلنوا استشهاده مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى وهناك إصابة في القدم حسب ما علمت وبالتالي عملية الدخول إلى المخيمات الفلسطينية وتحديدا إلى هذا المخيم قبل أسبوعين استشهد عمر منع تذكرين تماما عندما دخلت قوات الاحتلال إلى المخيم وبدأت بإطلاق الرصاص الحي واليوم آدم عياد 15 عاما 16 عاما وبالتالي هو عندما وصل حتى إلى المستشفى كان قد وضع في جيبه وصية يعني حسب ما شهدت وحسب ما علمت من خلال هذه الوصية التي وضعت على صدره حيث لفة يعني بعلم الجبهة الشعبية في هذه الوصية التي كان لهم الثبات والنصر يعني كان نفسي أشياء كثير أعملها بس إحنا ببلد مستحيل أن تحقق حلمك فيها بسبب الاحتلال وأنا مبسوط كثير أن ربنا حقق لي حلم من أحلامي وهو الشهادة وأنا بقولكم يعني كلكو أن الشهادة مش بس موت الشهادة يعني فخر لنفسك وفخر للعالم كله الشهادة انتصار أنه بتنتهي حياتك بس بتنتهي وإنت مبسوط وإنت شهيد وأنا بحب أوصل رسالتي للعالم كله وزي ما قالها النبلسي نفس الناس هاي كلها تصحصح وأنا مني بقولكم أنه حددوا بوصلتك ووجهوها على الاحتلال وأنا بتمنى من ربي أنه يتقبلني مع الشهداء وبتمنى ربنا طبعا ينتقم من الجواسيس وبتمنى منك تسامحوني وما تنسوني وما بدي أحكي لكم مع السلامة بدي أحكي لكم يعني لقاء بالجنة الشهيد الحي آدم عياد هذه الوصية وضعت على صدره يعني وجدت في جيبه وبالتالي وضعت على صدره فقط يعني سأريكم الصورة من خلال عدسة الكاميرا وكيف وضعت هذه الوصية على صدر الشهيد آدم عياد 15 عاما وبالتالي هو تحدث عن وضع البلد في بيت لحم وكيف يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المخيمات ويقوم بإطلاق الرصاص الحي وكأنه كان يشعر بقربه من الشهادة وما جرى معه اليوم في مدينة بيت لحم بالتالي الجنازة والمشيعون سيخرجون بعد حوالي ساعة من الآن من المستشفى باتجاه مخيم دهيشي وهذا ما جرى في ساعات الفجر في الضفة الغربية كانت هناك اشتباكات وكانت هناك مواجهات عديدة سواء في الجنوب أو حتى في الشمال ترجمة نانسي قنقر